أجرى الرئيس السيني سيزين بينك زيارة تفقدية لمقاطعة خوبي شمال الصين في الأيام القليلة الماضية وخلال جولته ترأس الرئيس سي ندوة حول مواصلة تطوير بكين وتيانجين وخوبي وشدد على أهمية الحفاظ على الثقة واغتنام الفرص ومواجهة التحديات وتحويل الأزمات إلى مزايا وحث على اتباع نهج أكثر نشاطا في العمل مع تحقيق توازن في التنمية والأمن من أجل مواصلة النهوض بالتنمية المنسقة لهذه المناطق والهدف من ذلك هو جعل بكين وتيانجين وخوبي مناطق رائدة وتوضيحية في عملية التحديد ذات الخصائص الصينية